إذن هي جهود غير مسبوقة تقوم بها الدولة المصرية لنشر مظلة الحماية الاجتماعية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال العديد من المبادرات والمشروعات والتي تهدف جميعها لتخفيف العب عن المواطنين وتأتي مبادرة كتفف كتف بقيادة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتويجا لتلك المبادرات من خلال استهداف تلك الفئات وتوسيع قاعدة المستفيدين وتوحيد الجهود الأهلية والحكومية للوصول بتلك المساعدات لجميع القرى والمحافظات ها هو جسر الخير بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر كتف فكتف والتي جاءت لتوسع قاعدة المستفيدين من الفئات الأكثر احتياجا تجدها هنا من خلال مؤسسة أبو العنين لأهالي محافظة الجيزة ضمن 16 محافظة يستهدفها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك احنا عندنا مبخ بيعمل واجبات ساخنة على مدار السنة نعمل وقت رحمن في رمضان ان شاء الله كل سنوات حالكم طيبين وعندنا مبادرة ان احنا بنصرف سراميك لكل دور العبادة في مصر سيتم توزيع ما يزيد عن 200 ألف صندوق على أهالينا بجنوب محافظة الجيزة وذلك وفقا لقاعدة بيانات للأسر الأحق بالرعاية ويحتوي الصندوق على مستلزمات المائدة من السلع الأساسية لشهر رمضان الفضيل بنقدم لأهالينا وأصرنا محافظة الجيزة كاراتين الخير لأهالينا بالنسبة شهر رمضان المبارك ده يا فندم طبعا تبع مبادرة سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة كتف في كتف بالتعاون مع التحالف الوطن العام الأهلي التنموي مؤسسة رمضان الفندم بتقدم لأهالينا وأصرنا كاراتين الخير في كل محافظة الجيزة الكاراتين يا فندم بتكفي من الأربع لخمس أفراد احنا بنقدم لأهالينا في الجيزة كاراتين ومساعداتنا أدية ومساعدات عينية ده بالإضافة أن احنا في شهر رمضان شغالين مطبخ الخير وموجود عندنا مائدة رمضان طول فترة رمضان احنا مستمرين في العمل بالنسبة لتفريق الشنط والكاراتين طول شهر الرمضان أنا جيت النهاردة أخذت الكارتون بكل سهولة والناس بينظمونا وما فيش أي حاجة وكارتت ألف خير يعني السيد الرئيس ستة ملايين صندوق مواد غذائية من أربعة وثلاثين مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بالمحافظات سيتم توزيعهم على عشرين مليون مواطن بجميع محافظات مصر ما يتم هنا من أحد الكيانات بمحافظة الجيزة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي هو نموذج لما تنفذه مبادرة كتف في كتف والتي تعد آدات مهمة للتكاتف من أجل تخفيف العبء عن كاهل أهالينا الأكثر احتياجنا سالي سالم التلفزيون المصري